نيجي سيرة واحد يكون في موقع حساس ونقول رفض ذكر اسمه بس لما الخبر كله او التحليل كله يبقى مبني على كله ما قالوش اسميهم الاخبار المخابراتية بيبقى فيها اسماء طبعا كل الاحترام للموقع وحريته في ان هو ينشر اللي هو عايزه بس حضراتكم بتتكلموا في جريمة وبتتكلموا مع شهود والشهود ملهمش اسماء طب نراجع مين طب العشرين في المية بيتنازلوا عنها لمين طب بتدخل البنك ولا بتروح فين والسادة اللي صرحوا واستخبوا هقول لهم الكلمة اللي بقولها من 2013 عالشاشة انقلت متخفش وانخفت متقولش يا سيد يا مسئول يا تشرب البتاع اللي بيقولوا عنه انه يخليك تسترجل يا تكتم نفس تماما ده اقتصاد دول يا جماعة كنت سمعت الكلام ده في شوية درداشة من بتوع رجال الاعمال بيقولوها البعض فقال لك وقتها طب ما هي الناس عملت كده للي ما فيش سكة تانية قدامها بس اعتبرت ان الكلام ده كلام مرسل على ناس ما لهمش دعوة باللي بيحصل على ارض الواقع ولا ليهم دعوة بالدولة او انها مجرد امنيات او انها حالة فردية بس دي مصيبة لان التكلفة الدولار عمالة تضرب في نسب ورى نسب فعشرة في عشرين فطبيعي ان سعر الدولار في السوق السودة يبقى اكتر من ضعف السوق البيضة اللي ما فيهاش دولار وطبيعي توصل اسعار السلع اللي بتتقدم لنا انها تبقى بالمنظر ده وارجع اسأل الناس بتعمل كده وتقول ربنا يستر ده شبه المرتشي اللي بياخد الرشوة ويختف له ركعتين في النصر ويقول دي نقرة ودي نقرة يا جماعة كلنا عارفين ان بعض الناس مضطرة بس الاضطرار في بعض الاحيان بيبقى حرام وبيبقى غلط وبتبقى بتضر نفسك وبتضر بلدك وبتضر المجتمع وبتضر ده كل واقف شغلي عم ما يجراش حاجة بلاها ما تشتغلش شهر شهرين لحد ما الحكومة تحلها اذا حلتها